اشتركوا في القناة صحيح البخاري هنا هاد الخانة التي بتلات الخطوط في الاعلى هنا عدنا كتاب الوحي كتاب بدء الوحي كتاب الايمان كتاب العلم كتاب الوضوء كتاب الغسل كتاب الحيد كتاب التيمم كتاب الصلاة كتاب مواقع الصلاة كتاب الادان كتاب الجمعة وهكذا كتاب استقراض كتاب الصح كتاب الشروط كتاب الوصايا كتاب بدء الخلق أي مجموعة من الكتب التي تحتوي على مجموعة من الأحاديث النبوية الشريفة هنا كتاب المغازي كتاب التفسير كتاب العقيقة كتاب الدبائح كتاب التوحيد وهكذا هنا مجموعة من الأبواب إذا أخذنا نذهب إلى الأعلى نأخذ كتاب الإيمان هكذا كتاب الإيمان فيه مجموعة من الأبواب باب الإيمان باب الإيمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس باب دعائكم إيمانكم باب أمور الإيمان نأخذ باب أمور الإيمان ندخل إليها هكذا باب أمور الإيمان وقوله تعالى ليس البر أن توله وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه دو القربة واليتام والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون صدق الله العظيم هنا الحديد الحديد المفسر لهذه الآية هكذا نعود إلى الخلف هنا إذا أردنا أن نبحث على باب من كتاب الإيمان هكذا نكتب باب دعائكم دعائكم هكذا هنا نعود إلى الخلف نذهب إلى عفوا كتاب العلم هكذا كتاب العلم مجموعة من الأبواب أي مجموعة من الأحاديث مثال باب كيف يقبض العلم هكذا هذه هي الأحاديث الواردة فيه أو الحديث الوارد فيه هكذا كتاب الصلاة باب كيف فرجت الصلاة في الإسراء هكذا باب كيف فرجت الصلاة في الإسراء وقال ابن عباس حدتني أبو سفيانا في حديث هرقلة فقال يأمرنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والصدق والعفافي هكذا وهذا هو الحديث المذكور في هذا الموضوع حول الصلاة كيف فرجت الصلاة هذه مجموعة من الأحاديث مرتبة في مجموعة من الكتب ومجزأة في مجموعة من الأبواب هكذا هذا التطبيق الشيق ودور الإنسان أن يراجع فيه مرة كلما كان عنده وقت الفراغ والسلام عليكم وحب الله تعالى وكاته